السلام عليكم اعزائي طلب التطالبات واولياء امور الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جم الوحدة التانية بالكامل. طيب زي ما قلت لك قبل كده هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح قاعدة اليونت بالكامل على الصبورة. وهتلاقي رابط كمان موجود فيه حل تدريبات الوحدة التانية بالكامل من كتاب جم. طيب نبدأ مع بعض يونت تو بتبدأ ما هي بالدرس الاول والتاني. طيب اول كلمة عندي كلمة اسورة او سوار دي اسمها تاني كده تاني كلمة يعني اسورة. خلي بالك بقى حرف السي في ناس كتير بتطلق بط فيه. حرف السي يا شباب النط الاساسي ليه? هو زي صوت الكي. لكن بقى ازا جي بعده اي ركز كده او اي او هنا بقى لازم انطاوه زي صوت الاس. فاقول بانطاوه هنا زي صوت الاس. ليه? عشان جاي بعد منه حرف الاي. طيب بعد كده عروسة دي اسمها تاني 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 وخلي بالك قلنا ان حرف الان ده معناه ان الكلمة دي نون يعني اسم. بعد كده يحتفل بنقول عليها تاني 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 يعني يحتفل. طبعا هو بقول لي ان دي فعلي يعني. طيب عقد ده اسمه تاني تاني كنتراكت كلمة يعني عقد عقد الزفاف مسلا فاقول كنتراكت. بعد كده العريس بها ده اسمه تاني 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 كلمة يعني ضيف. يحضن دي اسمها تاني هج تاني هج يعني يحضن. وزواج بنقول عليها مارج تاني 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 مارج يعني زواج. عقد او قلادة دي اسمها نيكلاس تاني نيكلاس تاني نيكلاس يعني عقد او قلادة. بعد كده شبكة دي اسمها نيتوورك تاني تاني وزي او ملابس بنقولها لها تاني كلمة كلمة جديدة عليك معناها زي او ملابس مصور فوتوغرافي بنقول تاني تاني خلي بالك حرف البي اتش هنا بنطعم زي صوت الاف يبقى هنا دول بيدوني ساوند زي صوت الاف طيب حفلة او حفلة استقبال يعني دي اسمها reception تاني reception تاني reception خلي بالك ال ti o n احنا عرفنا ان دي مقطع زي شون فبقول reception اقارب دي اسمها relatives تاني relatives تاني relative يعني اقارب خدمة دي بنقولها عليها service تاني service تاني service يعني خدمة ويوقع ديها فعل معناها sign تاني sign خلي بالك حرف ال g هنا silent بتقول sign يعني يوقع طيب وسائل التواصل الاجتماعي طبعا دي اسمها social media تاني social media خلي بالك c i a دول بيدوني صوت الشأ فبقول social social media يقترح دي اسمها suggest تاني suggest يعني يقترح وهي تقليدي دي اسمها traditional تاني traditional تاني traditional يعني تقليدي ويخلي بالك دي صفة بعد كده حفل الزفاف بنقول عليه wedding تاني wedding تاني wedding يعني حفل الزفاف طيب هنكمل مع بعض الكلمات الرئيسية حفل عيد الميلاد تاب نقول عليه birthday party تاني birthday party تاني birthday party طيب مجعد دي اسمها curly تاني curly تاني curly زي ما يكون حد مسلا شعر مجعد ودي طبعا صفة طيب لذيذ ده اسمه delicious تاني delicious تاني delicious خلي بالك c i o احنا انتفقنا بننطقها زي صوت الشأ فبتقول delicious وصف ده اسمه description تاني description تاني description يعني وصف حدث بنقول عليه event event يعني حدث وفره الحيوان مسلا بنسميه fur fur يعني fur وهدية او hippa دي اسمها gift تاني gift تاني gift يعني هدية والذهب ده اسمه gold تاني gold كلمة gold يعني ذهب تعمل معايا كده الفعل يضحك ده اسمه laugh تاني laugh تاني laugh خلي بالك g h هنا برضو بتديني sound f فبتقول laugh وقبة دي اسمها meal meal يعني وقبة ورسالة دي اسمها message 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 يعني رسالة ومطعم ده اسمه restaurant 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 يعني مطعم ومركز للتسوق بنقول عليه shopping mall shopping mall يعني مركز تسوق والشربة دي اسمها soup soup يعني شربة وكلمة كل يعني hole خلي بالك دابلو هنا silent hole يعني كل نافذة عروض اللي هي البترينا في المحل دي اسمها window تاني window وندو بتيجي بمعنى فترينا طيب بعد كده بيبدأ يدينا اسئلة على الكلمات اللي انا حفظتها اول سؤال هنا بيقول we are having a family party with all our not طيب هنا بيقول لك يعني ان يعني عندنا حفلة عائلية بها كل عايزوا لكل اقاربنا الحفلة دي بتضم كل اقاربنا اقارب يعني relatives يبقى دي كده اول اجابة بعد كده بيقول my sister usually takes a long time to choose her بيقول كمان ان اختي عادة بتاخد وقت طويل علشان تختار ايه before going out قبل ما تخرج يبقى عشان تختار طبعا ملابسها قبل الخروج طيب ملابس قلنا يعني out fit يبقى دي كده رقم اتنين بعد كده بيقول selwa has not here it's not straight بيقول ان سلوة عندها شعر ايه خلي بالك it is not straight يعني غير ناعم مش مستقيم الشعر ده مجاهد مجاهد يعني curly فدي كده رقم تلاتة طيب بعد كده نكمل مع بعض الصفحة اللي بعدها كلمات الوحدة التانية من كتاب جيم ما نقول عدادي الجديد طيب الصفحة اللي بعدها بيكمل معايا بيكون فيها عندنا التعبيرات اللغوية اول تعبير عندي بيقول ان كلمة ask ممكن يجي وراها opinion about يعني يطلب رأي عن وهنا بيقول لي ask her opinion about معناها يطلب رأيها عن طيب تعبير الرجاء ده مهم جدا وبيجي في المتحانات يتزوج من دي كلمة على بعضها كده اسمها get married فهنا بقول get married to تاني get married to طيب لو عايز اقول تزوج got married عادي جدا ما فيش مشكلة طيب بعد كده عندي هنا يلتقط صورة دي اسمها take a photo تاني take a photo بتيجي معناها يلتقط صورة وفيه كلمة جديدة كده اسمها take place على بعضها يعني يحدث تاني take place معناها يحدث طيب احنا قلنا الجزء ده بنحفظ المصطلح يعني تيجي تقول لي مثلا يحدث يعني take place على بعضها بعد كده حروف الجر يصل لحضور دي اسمها arrive for arrive for يعني يصل لحضور وعلى مسافة بعيدة من دي اسمها a long way from تاني a long way from يعني على مسافة بعيدة من بعد كده يطلب يعني ask for ask for يعني يطلب ويتقابل او يجتمع مع قلنا دي اسمها meet up with meet up with طيب نكمل في عطلة نهاية الاسبوع دي ممكن اقول add the weekend صح او on the weekend تتنصح صورة لي يعني photo of photo of ودي مهمة برضو خطة لي بقول plan for plan for لازم اعرف كل كلمة بيجي مع حرف الجر ايه وقت لي بقى برضو time for time for طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا الجزء الخاص به تصريفات الافعال الغير منتظمة اول فعل عندي buy يعني يشتري تاني كده buy الماضي منه bought وتصريف التالت bought خلي بالك كلمة bought فانت بتحفظها بقى buy bought bought التلات تصريفات مع بعض طيب draw true thrown meet met met و sell sold sold مطلوب منك تحفظ تصريف الاول والماضي وتصريف التالت طيب نكمل كده الافعال اللي عندنا يرسل يعني send والماضي sent وتصريف التالت sent تاني send sent sent طيب يجلس يعني sit والماضي sat وتصريف التالت sat بتحفظ انت بقى sit sat sat طيب يقف يعني stand والماضي stud وتصريف التالت stud بتحفظ stand stud stud يرتدي او يلبس يعني wear war warn طيب بعد كده هنكمل مع بعض بيكون في عندنا الجوزة الخاصة بالكلمة وعكسها احنا قلنا ان كلمة opposite او كلمة antonym يعني عكس او مضاد فهنا هو جيبلك الكلمة وعكسها اول الكلمة عندي amazing يعني مزهل عكسها حاجة عادية خالص عادي دي اسمها ordinary يبقى amazing عكسها ordinary طيب ضخم دي اسمها large عكسها small يعني صغير او tiny اللي هي صغير برضو طبعا انت هنا مطالب تحفظ الكلمة وعكسها ده جزء مهم بعد كده بنكمل مع بعض بيكون في عندنا اسئلة على الاجزاء اللي قلناها فوق كده اول سؤال بيقول هنا طيب حد يفاكر بقى عايزوا انها سوف تتزوج قلنا كلمة تتزوج بتيجي على بعضها get married وعضة لخبط يبقى هنا رقم واحد هاختر كلمة get السؤال التاني بيقول طيب احنا قلنا هذه صورة خلي بالك بقى قلنا فوتو بيجي بعدها حرف الجر off فانت هنا رقم اثنين هتقول لي off صورة لي واللي بعده بيقول طيب بيقول ان خالي عنه محل عايز يقول يعني اللي هو طبعا بيبيع ملابس اطفال طيب يبقى هنا عايز الفعل اللي هو يعني يبيع يبقى دي كده رقم ثلاثة واخر حاجة بيقول نهاية الفيلم كانت عادية هي لم تكن ايه النهاية عادية يبقى هي مش مذهلة او مدهشة اللي هي ان عايز عكسها بقى يبقى دي رقم اربعة طيب برضو بيقول لي هنا في نوتس مهمة اول ملحوظة عندي بيقول ان عندي كلمات تخص الزفاف كل كلمات دي حفظها عليك اصلا انت المفروض جاي هنا حفظها فالموضوع ده مش هياخد منك وقت بيقول مسلا كلمة كلمة اللي هي تورتة الزفاف وبرضو يعني فستان الزفاف فستان الفرح كلمة يعني الزفاف برضو اللي هم الضيوف بقى اللي بيجوا الفرح الجزء ده حفظه مش اكتر حفل استقبال الزفاف ده اسمه اوليمة الزفاف طبعا انت حفظها يعني مراسم الزفاف طيب الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض بيقول لي هنا ان كلمة between طبعا دي معناها ما بين بيجي بعدها ساعة and ساعة تانية استهدمها مع الساعة بين الساعة كذا والساعة كذا وبيديني المسايا اللي بيقول الضيوف يعني وصلوا between 6 p.m. and 6 30 p.m. الضيوف وصلوا ما بين الساعة 6 مساء وستة ونص مساء طيب اخر ملاحظة عندي بيقول ان كلمة in عادي جدا تيجي قبل الملابس ازاي يعني ممكن اقول مثلا عايز يقول العروسة اللي بترتدي فستان الزفاف يبقى in ممكن يجو وراها الملبس عادي جدا طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة على النوتس اللي فوق دي اول حاجة بيقول هنا بقول ان اخويا بيعمل وجبه هنا خلي بالا الجيب لكن عايز يقول بين الساعة 7 والساعة 9 مساء طيب يبقى هنا هايز بتوين اللي احنا يساقل لناها فوق واللي بعده بيقول بيقول هنا كمان ان انا رأيت بنت جميلة عايز يقول بفستان مدهش يبقى اقول له ان احنا قلنا ان ممكن يجو وراها الايه للملبس عادي طيب بعد كده هنكمل مع بعض بيكون في عندنا التعريفات وجزء ده لازم تفهمه كويس جدا اول تعريف عندي كلمة برايد اللي هي معناها عروسة الكلمة دي معناها او تعريفها السيئة المرأة او السيدة لتتتزوج يعني العروسة طيب كلمة جروم اللي هو عريس ده تعريفه برضو نفس الكلام ولكن ده الراجل اللي بيتزوج بنسمي العريس طيب الضيوف بقى اللي هم الجاستس تعريفهم تعريفهم people who come to the wedding هم الناس اللي بيأتوا الى حفل الزفاف واللي بعده marriage contract اللي هو عقد زواج او عقد قران ده تعريفه the paper الورقة يعني that the people who are getting married sign الورقة اللي الناس يعني اللي بتتزوج بتوقع عليها ده بنسميه عقد الزواج بعد كده wedding cake اللي هي كعكة الزفاف دي تعريفها something sweet that people at a wedding's eat بيقول خلي بالك هي الحاجة الحلوة اللي الناس بتاكلها في الزفاف بعد كده wedding dress اللي هو فستان الفرح فستان الزفاف تعريفه a special outfit يعني ملابس خاصة زي خاص that a woman wears at her wedding زي الخاص اللي العروسة بتلبسه لفرحها واخر حاجة عندي عندي هنا wedding reception حفل استقبال الزفاف اوليمة الزفاف الاكل يقعني هو هنا بيقول هو الحدث where people eat and enjoy themselves الحدث اللي الناس بتاكل وبتستمتع فيه طيب نكمل بيكون عندنا الجزء الخاص بيه synonym والانتنم احنا قلنا قبل كده الجزء الخاص بيه الانتنم اللي هو عكس الكلمة هنا بقى جيب لي synonyms يعني ايه synonyms يعني معنى او مراضف meaning يعني طيب كلمة take place انت خدتها في التعبيرات بمعنى يحدث هي هي بالزبط كلمة happen اللي هي معناها يحدث فهو هنا بتديلك معنى تاني للكلمة انت بقى بتحفظ دي واللي يسويها طيب outfit يعني زي او ملابس طب ما احنا خدناها قبل كده يعني close عادي جدا انك تلاقي كلمة لها معنين انت بقى في أول عداد السنة دي بتعرف الكلمة والمعنى التاني لها فانت بتحفظ لاتنين عادي جدا واخر حاجة عندي في الدرس الولى التاني وهي الصوفيكس الصوفيكس هي لاحقة لاحقة يعني حرفين كده بتحط في اخر الكلمة بيعملوا اي بقى الصوفيكس بتاعنا اللي هو al بيحول الاسم لصفة عندي اسم هنا اللي هو tradition يعني تقليد لما نحط في الاخر هنا al فبتحول الى الصفة اللي هو traditional تقليدي انت بقى دورك انك بتحفظ كلمة تقليدي يعني وكلمة تقليدي يعني وهي مع الوقت هتيجي معك اشتركوا في القناة